أخبار وزارة الصحة واللي أطلقت حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال مستهدفة موليد 2016 بداية من 1 يناير 2016 والحد 22 مارس 2018 الوزارة طلبت من الأمهات إحضار شهادة الميلاد وارتداء الكمامة الطبية عند التطعيم وشددت على أهمية أن يكون هناك مرافق واحد مع الطفل لمنع التزاحم وأكدت أن التطعيمات متوفرة بمكاتب الصحة الحملة دي بتستهدف التطعيم ضد شلل الأطفال لستة مليون طفل وكمان منع خطورة 15 نوع من الأمراض وبيسمح للأطفال الأجانب بالتطعيم وحيكون التطعيم بالحقن وليس جرعات التطعيم الفموي